السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننعى ببالغ الحزن والأسف والأسى فقيدة الصحافة العربية والعالمية شيرين أبو عقلة الفلسطينية شهيدة القدس وفقيدة القدس العربية القدس العربية مهما عملته ومهما قلته ومهما حاولته قتلت بدم يعني سبحان الله لبسة لبس الصحافة وقبل ما يخشوا جنين أو يقتحموا جنين أتلوها عشان ما تصور فينك يا واتش انت يا هو يومان واتش اللي بتقوله حقوق الإنسان طبعا ما تقدروش تتكلمه دي إسرائيل حد يقدر يفتح بقه حد يقدر يتكلم مظبوط يا واتش انت بس جاي على مصر الحقوق الإنسان وحقوق مش عارف إيه لكن هنا ما تقدروش تتكلمه ما طلعتوش ما سمعتكمش وطني الغالبان بالنت بتاعه البسيط طلعوا وتكلم لكن انتو هومان واتش لا ما تقدروش تطلعوا وتتكلمه انتو بس الدول العربية بس هي اللي تعرفوا عندها الحقوق الإنسان لكن في إسرائيل ما تعرفوش في أمريكا ما تعرفوش في البلاد التانية ما تعرفوش بس في البلاد العربية والإسلامية فبننعي أختنا الفضيلة فقيدة القدس والقدسة العربية شيرين أبو عقلة ولا نزكيها على الله ونسأل الله العلي القدير يجعلها من الشهداء بقرمه وبعزته وبجلاله لأن هي على مدار 25 عام بتقف وسط الحرب بين إسرائيل واخوانا الفلسطينيين وبتقف تصور وطول عمرها متعرضة 25 سنة لضغط رهيب لأنها بتقف تصور في حالة الحروب وحالة لما بتندلع ما بينهم مشاكل وسواريخ بتبقى وقفة رحمة الله عليها ولا نزكيها على الله سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم أذكر إخواني في كل مكان الكدسة العربية في كل العالم العالم كله الكدسة عربية يلا سلام على عيسى بن مريم واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المتماعين وسلام على موسى النبي الكريم والتحيات لكل أحبابي السلام عليكم ورحمة الله ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله تعالى وطن حبيب الوطن الأكبر اشتركوا في القناة